بعد اجتياز اختبار نايجيريا بنجاح اصبحت الانظار مصوبة نحو ملعب كارس جينس بلاهاي الهولندية مصرح المواجهة المنتظرة بين المنتخب الوطني ونظيره المكسيكي مواجهة من العيار الثقيل لاشبال المدرب جمل بلماضي الباحثي على معرفة مدى صلابة فريقه امام منتخب يحتل المركز الحادي عشر عالميا مباراة المكسيك ستكون حتما مختلفة عن مباراة نايجيريا وهو ما يقودنا للحديث عن الطريقة التي سيدخل بها الكوتش للحفاظ على الديناميكية والمنح التصاعدي للمحاربين ورغم انه ابدى ارتياحه لاداء التشكيل التي واجهت النسور الا انه يدرك بان مواجهة منتخب من حجم المكسيك يقتضي العودة للتشكيل الاساسية ومحاولة تحقيق انتصار سيكون وقعه جد ايجابي على رفقاء القائد رياد محرز في قادم الاستحقاقات ومواصلة سلسلة النتائج الايجابية التي لم تنقطع منذ تسع عشرة مباراة لكن المهمة ليست بالسهل امام منتخب يقوده المحنك تطا مارتينو والذي لم ينهزم بدوره منذ سبع مباريات متتالية واكتفى بهزيمة وحيدة امام الارجنتين منذ مونديال روسيا اشتركوا في القناة